موسيقى الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادات المغربية وآلن مصطفى الخليفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية في اللقاء الصحف الأسبوعي تتميم الإحداثية الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخليجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة بما يمكن المغرب من تحديد مجالته البحرية بشكل أكثر ديقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار وأشار الخليفي إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة دمن المنظومة القانونية الوطنية وكانت سفن مغربية قد تعرضت للحجر في شهر مايو أيار الماضي في جنوب إفريقيا بسبب شكاوى قانونية من جبهة البوليزاريو الانفصالية ويعتبر المغرب الإقليم جزءا لا يتجزع من أراضيه بينما تطالب الجبهة الانفصالية وتساندها الجزائر بين انفصال الإقريم الغني بالطروات السماكية والفصفات ويعتبر الخليفي أن هذا الإجراء جد مهم وأنه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحارة موشيرا إلى أهميته من الناحية السيادية والاستراتيجية والديبلوماسية الدولية للمغرب وقال المتحدث لذلك سيمكن المغرب من توسيح الإمكانيات لرسم الحدود ويشكل أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق ويضع المغرب قضية الصحراء على رأس أولويته في الحراك الدبلوماسي وأكد الملك محمد السادس في نوامبر 2014 أن الصحراء المغربية ستظل تحت السيادة المغربية إلى أن يرط الله الأرض ومن عليها مؤكدا أن مبادرة الحكم الداتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب لحل هذا النزاع إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل ما هو جديد اشترك الآن